وصل تتبع شعلة دورة ربعة للألعاب البراؤولمبية الأسيوية إلى المحطة الأخيرة في حي الشيوشان في مدينة هانجو انتهت رحلة الشعلة التي استغرقت ثلاثة أيام قبيل حفل الافتتاح المقرر غدا الأحد غطت المرحلة الأخيرة من تتبع شعلة 6.1 كم بمشاركة 127 شخص أول حمل للشعلة هو سومبانشيان الحائز على الميدالية الذهبية وحمل الرقم القياسي العالمي في رمي الرمح في دورة الألعاب البراؤولمبية في توكيو وشارك أكثر من 600 شخص في التتبع تتروح أعمارهم بين 14 و73 عاما في التتبع الشعلة الذي استمر ثلاثة أيام وشارك فيه أكثر من 180 شخص لديهم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أي ما يقرب من ثلث العدد الإجمالية يذكر أن مسافة تتبع بلغت أكثر من 200 كم ستتواجه شعلة إلى ستاد هانجو الأولمبي رياضي تضي برج المشعل الرئيسي لفتتاح دورة الألعاب الباراؤولمبية الأسيوية غدا الأحد ترجمة نانسي قنقر